تقنية الماء السبكترومتري وهي تقنية دقيقة جداً ومعقدة كذلك تضاف إلى تقنية القاس كروماتيغرافي كوسيلة للتعرف وقياس كمية ونوع المركب في العينة بعد مرور الموبايل فيس أو الجسد الدافع أو الناقل لعينة المريض سواء كان طيقة غازية أو طيقة سائلة كما في الهاي بفروم ستكورت كروماتيغرافي كونها سائلة أو طيقة غازية مثل القاس كروماتيغرافي وعند مغادرتها عمود التفاعل هنا هنا تأتي طيقتين بالنسبة للبغانية الماء السبكترومتري طيقة الالكتروسيبري ايونيزايشن وطيقة الاتموسفير برجر كيميكل ايونيزايشن سأشرح هنا عن الطيقة الأولى هنا توضع أشبه بالنيدل الناعمة أو كامبوبة شعرية صغيرة سامحة للجزئات السائل والجزئات العينة المختلطة مع بعضها بالمغور هنا ويتم إضافة تيار كهربائي حيث يعتقد أن إضافة تيار كهربائي سيقوم بتقسيم جزئات السائل إلى جزئات أصغر أو إلى قطيرات وهذه القطيرات بإضافة حرارة عالية ستنقسم إلى قطيرات أصغر بكثير وبخاصية الكولومبيك إكسبلوجينز أو خاصة إكسبلومبيك ريبولشين فأن القطيرات الصغيرة تلك جدا تكون شحناتها متقاربة ومتجابهة فتتنافر بسرعة منقسم إلى قطيرات أصغر في الحجم ومن ثمور بالحرارة العالية ستتبخر جزئات السائل تركة فقط الأيوانات المركب أو الخاصة بالعينة أي أن جزء السائل سيتبخر تماما فقط تركة أيوانات المركب مراد القياسة في عينة المريض طريقة الاتموسفيرك بوجر كيميكول ايونيزيشن تشبه إلى حد كبير الكيتروسفير ايونيزيشن لكن فرق الوحيد هو أنه لا يوجد هناك جهد كهربائي وأنما بعد تسخين عينة المريض وكذلك السائل ناقل لها أو الموبايل فيس ستتحول إلى جزئات صغيرة وتتبخر الجزئات السائل تركة فقط جزئات أصغر من السائل وبعض الأيوانات ويتم قصف هذه الأيوانات بنيدل مولد الكيترونات وهذه النيدل مولد الكيترونات سيحول جزئات السائل الصغيرة ويتفيها أيوانات إلى أيوانات فقط معينة تذهب إلى مكان تفاعل بالنسبة للتقنيات المال سبكترومتري المرتبطة مع تقنيات الجاز الكروماتوغرافي غالبا ما يستبدل تلك الطريقة السابقة والتي هي بالإلكترون سبري بإضافة ملف ذات حرارة عالية هذا الملف يشع الكيترونات على شكل فورتونات بسرعة كبيرة أو بشكل الإلكترونات هذه الكيترونات تصدم ببركبات عينة المريض الواصل ما يؤدي إلى تقسيمها إلى أقسام أو أحجام مختلفة أو إلى جزئات أخرى هذا المثال الذي نمركب كامل بعد استدامة الكيترونات فيه ينقسم إلى عدة جزئات صغيرة وذلك لتسهيل مرورها في الكاشف الذي سنشرحه لاحقا المحل التي تلي هي محلة تصفية الأيوانات السماح بأيوان معين بالعبور خلال الكاشف والتي تسمى هنا بالكوادروبول طبعا هناك طريق أخرى ولكن فيها طريق الماس سبكترومتري المستخدم في الليكوت كوماتوغرافي والكاس كوماتوغرافي هي هذه الطريقة الشارعة وهذا التركيب الكوادروبول يتمثل بأربع عصامة عدنية أثنين منهما يحتويان أو كل أثنين منهما يحتويان على نفس الشحنة على سبيل المثال هذه العصرتين تحتوي على الشحنة المجابة وهذه العصرتين تحتوي على الشحنة السالبة عند مرور الأيوانات هنا وعند إضافة تيار كهربائي فأن هذا المسار يسبب ذفذبة في الشحنات أي مرة يكون مجابة ومرة يكون سالبة عند مرور الأيوانات هنا فأن الأيوانات التي تحتوي على وزن جزئي كبير وشحنة وخالفة تنجذب وتتنافع لكنها لا تسقط في أحد هذه العصاب بسبب وزنها الجزئي فتعبر هنا أما المركبات أو الأيوانات التي تحتوي على وزن جزئي الكبير والصغير فأنها سرعان ما بهذه الحركة اللولبية سرعان ما تصطدم بأحد العصاب بسبب كون مسارها أكبر غالبا ما يتم إضافة عصى معدنية أخرى أو كوادروبولز وذلك لزيادة الدقة في الفصل فبعد مرور عينة المريض التي تحتوي على المركبات والجزئيات في هذا الكوادروبول الأول والبصفية جزء كبير منها تذهب إلى المجموعة الثانية أو في مرحلة ما بين الكوادروبول اللاحق في هذا المسار يحتوي هذا المسار على أيوانات غازات معينة مثل أيوان غاز الهايدروجين أو الهيليوم وتصدم جزئيات أو مركبات الأيوانات المريض في هذه الأيوانات الخاصة بالغازات فيؤدي إلى انقسام أو انشطاء جزئيات المريض أو جزئيات عينة المريض إلى مراكبات أو جزئيات أصغر وبعد ذلك تذهب إلى المجموعة الأخرى من الكوادروبولز أو الأخيرة هناك كذلك يتم تصفية الجزئيات أو المركبات الصغيرة الناتجة من انشطاء الجزئيات أو المركبات الكبيرة الأولية حسب شحنتها ووزنها الجزئي ومن ثم تصفيتها إلى نوع معين حسب الرغبة في التحليل وتذهب إلى مسار منحرف فقالة هذا المسار المنحرف هي وجود بعض الذرات المتعادلة هذه الذرات المتعادلة وتؤديد مجال مرناطيسي كبير يدفع الذرات المتعادلة والأيوانات الناتجة في هذا المسار فإن الآيوانات أو نذرات المتعادلة لا تنحرف بسرعة كافية أو بعض الآيوانات ذات شحنة معينات تنحرف بسرعة كافية حسب الرغبة وحسب الشحنة فتصددم في جدار هنا وتذهب إلى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الديتكتر أو الكشف هذا الفيديو توضيحي لتصفية الأيوانات في القادروبول التي يوجد فيها عيونات الغاز معينة تصدّم بها إنسل design maximizes ion transmission while minimizing detector noise from neutrals an axial cell acceleration voltage ensures fast and sensitive MS-MS without crosstalk effects تعجيل العيونات بسرعة كبيرة وبواسط مجال مرناطيسي قوي هنا تنتظر إلى المسار الأخير من الكوادر بول والتي تتبصى فيه كذلك بعض الآيونات والجزائعات حسب شعين التاريخ المرحلة الأخيرة هي وصول الآيونات المرات قياسها حسب الرغبة إلى الكاشف الذي يصيرها بالالكترون multiplier حيث تصدم الآيونات بما يسمى dry node أو نصف عقد تحتوي على تيار كهربائي الذي كل عقدة التي القبلها تكون تيار كهربائي فيها أشد فعند استدام الآيونات في الأول عقدة أو في الأول dry node سينبعث الكترون معين يصطدم بالـ dry node الثاني والذي سيتضاعف ويصطدم بالثالث وهكذا عبرها عن سلسلة من الاستدامات إلى أن تتضاعف الإشارة الكهربائي ناتجة من الأيون الواحد إلى مليون مرة وفي النهاية يلتقط الكاشف هذه إشارة الكهربائي ناتجة من الإلكترونات ويحولها إلى مخطط فياني حسب الوقت والإشارة كما ستشاهد هنا حيث كلما ازداد شدة الإلكترونات ازداد أي أيوانات الخاصة بالجزء مما يشير إلى وفرته والوقت اللازم حسب ما تم فصله في خاصية liquid chromatography أو غاز chromatography حسب القطبية أو وقت الوصول ترجمة نانسي قنقر